السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم مع فاطمة وصفة اليوم متلاجات بذوق الفانيلا هذه الوصفة لا تحتوي على البيض استعملت واحد لتر وتحصلت بالتقريب على أربعة لتر متلاجات الذوق متاحهم لا يختلف على تاع المحلات سنمر مباشرة إلى المكونات وطريقة التحضير سنحضر أولا الكريمة لتشبه الكريمة الإنجليزية لكن بدون بيض سنحتاج إلى لتر تحليب ما يعادل 4 كوب نضيف للحليب 80 غرام ماي زيناء أو نشا ماي يعادل 6 ملاعق ملعقة كبيرة سكر فانيلا ماي يعادل 2 كيس تقدروا تزيد سكر فانيلا على حسب النوعية سنحرك قليلا وضع الكاثرنا فوق النار ونحرك باستمرار لا يجب أن توقف على التحريك حليب لا يستقل ونحرك لكم ومن يبدأ الخليط يغلي سنضيفه 1 دقيقة وهو فوق النار وتخلطه باستمرار حيث الماء يزيناء الطيب ونقعد حرشة على اللسان ثم ساخر سنضيف له الحليب المحلى لذلك كما لاحظتم في الكريمة ووضعنا السكر حليب المحلى حليب المحلى حليب مركز حليب المحلى إضافة شوكولة البيضاء 250 غرام وضيفها في هذه المرحلة وضعوا الشوكولة البيضاء وخلطوا مليه ثم نخلطوا جيدا المكونات ونرتاحوا على درجة حارة الغرفة ونقوموا بإضافة ونقوموا بإضافة المبرد نحتاج الخليط بارد ونقوموا بإضافة ليلة ونقوموا بإضافة المتلاجة ونقوموا بإضافة نحتاج أيضا كريمة شانتي سائلة 500 مللتر تستعملوا حتى 600 مللتر وإذا كانت كريمة شانتي مخفوقة من قبل تستعملوا 500 غرام وكريمة شانتي هي نفسها كريمة الخفق ونقوموا بإضافة ونقوموا بإضافة حتى تكون كريمة متماسكة ونقوموا بإضافة وإنما في العجان أو بواسطة الدراب الكهربائي العادي ونقوموا بإضافة من قبل أن تضع الكريمة من قبل أن يكون جاف وبارد ومن ثم ورتباط نقوم بالإضافة ومن ثم نقوموا بروحة خلطه قليلا ثم نخلطه قليلا لنظروا المكوينيات الجنس ونحبسه من الخفق تقدروا في هذه المرحلة فقط بواسطة أندفوة تخلطه بعد حدثنا تقريباً مكونات جانسو وحبست على الخلط ومن بعد نضحها في العلبة و ترفض بالتقريب 4 لتر متعمة ونضع الخليط الكريمي في العلبة ونغلق عليها ونضعها في المجمد إذا أردت كريم غلانسة تكون مول فتركوا الخليط فقط ساعتين ونضعها في الكورني لكن إذا أردتها تكون صلبة حتى أردت صلبة على الشكل المتفيف في الصورة وتقدموها على هذا الشكل وهذه المتلاجات كما لاحظتوا حجم عائلي وتقدروا بهذه المتلاجات تتحضر وصفات أخرى إن شاء الله تشوفوها في الفيديوهات المقبلة و هنا تقدروا أيضاً تزينوا بواسط الشوكولة وتقدروا أيضاً وضع المكسرات تكون محمصة ومطحونة وصلنا إلى نهاية الفيديو وإنتعا اليوم إن شاء الله يكون أعجبكم قلكم مع السلامة وإلى الفيديو الجاي إن شاء الله